سأنتقل بكم إلى سورة الكهف حيث الحديث عن ذي القرنين مثال آخر من الأمثلة التي تقرب لنا بنحو وسيلة الإضاحي المصغرة شيئا من عظمة الدولة القائمية المهدوية في سورة الكهف ومن الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة وما بعدها جاء الحديث عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرة فماذا تلا علينا قرآننا وماذا تلا علينا محمدنا صلى الله عليه وآله إنّا مكّنّا له في الأرض الحديث عن ذي القرنين إنّا مكّنّا له في الأرض انتهى الكلام عن الأرض وآتيناه من كل شيء سببه وآتيناه من كل شيء سببه أسباب الأرض واضحة إنّا مكّنّا له في الأرض أسباب السماوات الآية تشير إليها وهذا سيتضح لنا شيئا فشيئا إنّا مكّنّا له في الأرض هذه أسباب التمكين وآتيناه من كل شيء سببه أسباب الأرض مر ذكرها بقيت أسباب السماوات قطعا لم يُعطى ذو القرنين كل الأسباب الآية واضحة وآتيناه من كل شيء سببه ما قالت الآية من أنّنا آتيناه كل الأسباب ذلك عمر خاص بمحمد وآل محمد مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ وما جاء في دعاء الندبة الشريف هذه الجملة تختصر كل هذا الكلام ونحن نناجي إمام زماننا أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هذا هو سبب الأسباب سبب الأسباب بسبب وسبب الأسباب من دون سبب أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هنا هنا مركز الأسباب مثل ما نقرأ في زيارة الندبة هذا في دعاء الندبة أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أما في زيارة الندبة وهي نص آخر من نصوص الزيارات التي وردتنا من الناحية المقدسة فما شيء مننا مننا نحن الآدميون ولأن الزائرة يتحدث عن جنسه هذه القضية ليست خاصة بالآدميين فقط وإنما هي شاملة لكل الكائنات فما شيء مننا إلا وأنتم الخطاب يوجه إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل إننا إننا مكنا له في الأرض هذه أسباب التمكين الأرضي وآتيناه آتينا ذا القرنين وآتيناه من كل شيء سببه فأتبع سببه فأتبع سببه الآية لا تشير إلى أسباب الأرض سيتضح هذا شيئاً فشيئاً الآيات في سورة الكهف التي ترتبط بقصة ذي القرنين آيات في الحقيقة مغلقة إذا أردنا أن نتعامل معها على أساس اللغة فقط أو على أساس الجغرافيا الأرضية التي نعرفها فهذه الآيات مغلقة وحتى إذا أردنا أن نعود إلى التأريخ وتفاصيله لن نستطيع أن نعرف شيئاً لا من اللغة ولا من الجغرافيا ولا من التأريخ لن نستطيع أن نعرف شيئاً عن يأجوج ومأجوج ولن نستطيع أن نعرف شيئاً عن سدهما عن سد يأجوج ومأجوج ولن نستطيع أن نعرف شيئاً عن سائر التفاصيل الأخرى فآيات قصة ذي القرنين في سورة الكهف من الآيات المغلقة بلحاظ اللغة وبلحاظ الجغرافيا القديمة والمعاصرة وبلحاظ التاريخ أيضا وبلحاظ علم الآثار كذلك إنا مكنا له لذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما هل هذا في الأرض أم أنه في السماء القصة سياقها واحد ومرد كل التفاصيل إلى الآية فأتبع سببا وهذه الآية وهذه الآية تتفرع على الآية التي قبلها إنا مكنا له إنا مكنا له في الأرض أسباب أسباب التمكين الأرضي وآتيناه من كل شيء سببا إنها أسباب السماوات فأتبع سببا هذه فاء التفريع فاء التفريع على أسباب السماوات فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس لا توجد نقطة في الأرض يقال لها مغرب الشمس الأرض كروية لذا جاء التعبير في الكتاب الكريم مرة عن المشرق والمغرب ومرة عن المشرقين والمغربين ومرة عن المشارق والمغارب هذه الآيات إذا أردنا أن نفهمها بدقة حتى إذا لم نكن نعلم أن الأرض كروية فإننا إذا أردنا أن ندرس هذه العناوين وفقا للمساقط الهندسية لمساقط علم الهندسة فإنها ستقودنا إلى كروية الأرض مرة يأتي الحديث عن المشرق والمغرب ومرة عن المشرقين والمغربين ومرة عن المشارق والمغارب فهناك مشرق قطعا يقابله مغرب هناك مشرقان قطعا يقابلهما مغربان هناك مشارق قطعا يقابلها يقابل تلك المشارق مغارب إذا أردنا أن نتعامل مع هذه العناوين وفقا لمساقط الهندسة المجسمة لا أتحدث عن الهندسة الإقليدية الهندسة الإقليدية هي الهندسة المستوية التي مدار هندستها في السطوح في بعدين أما الهندسة المجسمة فمدارها في الأجسام في الأبعاد الثلاثة في طول والعرض والارتفاع على أي حال فهذه العناوين المشرق والمغرب المشرقان والمغربان المشارق والمغارب مثل ما قلت لكم إذا كان الحديث عن رسم المساقط الهندسية في الهندسة المجسمة فإنها ستشكل لنا جسماً كروية فلا توجد نقطة بعينها يقال لها مغرب الشمس حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل في كل الألفاظ فإن الحلقة ستنتهي ولم أكن قد انتهيت من هذه الآيات وأنا لست بصدد تفسيري وتأويل وشرح هذه الآيات هذه الآيات أخذتها مثالاً فأنا بصدد الحديث عن مسار التعظيم العقائدي الذي يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم وهذه لوحة إضاح مصغرة تتناول جانباً حرفاً جهةً قلوا ما شئتم حاشية من حواش الدولة القائمية المهدوية مغرب الشمس هذا خارج الأرض في السماء الروايات ستبين لنا هذا الحديث عن يأجوج ومأجوج وعن سد يأجوج ومأجوج بحسب الروايات كل ذلك في السماء فهذه التفاصيل ترتبط بها لأن الموضوع يتفرع عن الآية فأتبع سببه وهذه الآية تتفرع عن الأسباب السماواتية إنا مكنا له في الأرض انتهينا وآتيناه من كل شيء سبب فأتبع سبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين الآية لم تعرف لنا من هم هؤلاء إنهم من دواب السماء قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا إما أن تعذب هذا النظام لم يكن موجودا عند الأنبياء في العالم الأرض لم يكن من نظام الديانات أن النبي الرسول الرسول الولي فهذا ولي من أولياء الله ذو القرنين ولي من أولياء الله من الهادين إلى الحق النظام في الديانات النبوية واحد قلنا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن قال أما من ظلم فسوف نعذبه أما من ظلم متى بعد أن تقام عليه الحج أو قبل أن تقام عليه الحج قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة يمكن أن تكون هذه الآية قرينة على أن من ظلم من ظلم نفسه ومن ظلم من ظلم حجة الله ومن ظلم الله حينما رفض الحجة التي أقيمت عليه فإن الشرك كما وصفه القرآن ظلم عظيم إنه ظلم للنفس أولا وظلم لحجج الله وظلم لله سبحانه وتعالى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة الحسنة لا أريد أن أقف عندها هنا طويلا لكن هذا العنوان في كل الكتاب الكريم بحسب تفسير علي وآل علي الحسنى ولاية علي صلوات الله عليه ولاية علي مع تفاريعها فولاية الأنبياء هي ولاية علي كنت كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا كنت مع الأنبياء سرا علي هو الذي يقول ومع رسول الله علنا وما نبئ نبي وما بعث نبي إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده الأئمة من بعد علي يبدأون بفاطمة وبعد فاطمة تأتي سلسلة الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرى هذا في جهة من السماء ثم أتبع سببه هذه أسباب السماوات ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ مطلع الشمس مثل ما قلت لكم لا توجد نقطة على الأرض يقال لها مغرب الشمس ولا توجد نقطة على الأرض يقال لها مطلع الشمس إلا إذا كان الكلام بنحو نسبي فالجهات على الأرض نسبية في كل مكان نكون فيه على الأرض هناك شرق وغرب وهناك شمال وجنوب وحيثما انتقلنا فهناك شرق وغرب وشمال وجنوب وشرق هذه الجهة لنقول عنها الجهة كاف من الأرض يختلف عن شرق الجهة لام من الأرض إذا أردنا أن نسمي جهة أخرى من جهات الأرض بالحرف لام فشرق كاف غير الشرق لام وكذاك الغرب هناك غير الغرب هنا وكذلك الغرب هناك يعني في الجهة التي عنونتها بكاف غير الغرب هنا في الجهة التي عنونتها لام من هنا فإن جهة المشرق والمغرب جهة نسبية بحسب ما نكون وأين ما نكون وأين نخف ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة إنهم قوم من دون ستر من دون ستر يعيشون في العراء يعيشون في مكان مفتوح ليس هناك من بناء هذه حضارة خاصة بهم المجموعة الأولى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم ووجد ووجد عندها قوم هذا التعبير يشعرنا كأنهم يشبهون البشر في طريقة حياته حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة وربما لم يكونوا يلبسون ثيابا مثلما الحيوانات لا تلبس ثيابا البشر على الأرض يلبسون ثيابا الحيوانات كائنات لها حواسها لها إدراكها لها حركتها لها ولها من الخصائص لكنها لا تلبس ثيابا قد تكون الطيور في حالة هي أرقى من الحيوانات فهي تلبس ريشها بحسبها ومر علينا من أن الطيور لها خصوصية تتميز بكثير من المميزات ميزة الإنسان على الحيوانات وعلى الطيور ميزته أن يلبس الثياب وأن 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 يعمر الأرض وأن 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 يطبخ الطعام وأن وأن إلى سائر شؤونه الأخرى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة العين الحمئة عين طينها تركيبها موادها مختلف عن هذا الطين الذي حولنا قد يقال لها من أن طينها طين أسود أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن العذاب النكر العذاب الشديد الذي يستنكر لشدته يستنكره الإنسان لشدته وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر كذلك وقد أحطنا بما لديه خبر ثم أتبع سببه لازال يتحرك في السماء في مختلف الاتجاهات بحسب الأسباب التي توفرت لديه وآتيناه من كل شيء سببه ثم أتبع سببه هؤلاء هؤلاء لم يفعل معهم شيئا بحسب الآيات الذين وجدهم عند مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر كذلك وقد أحطنا بما لديه خبر ثم أتبع سببه قطعا كل الجهات التي مر عليها ذو القرنين في الأرض أو في السماء صارت جزءا من مملكته ثم أتبع سببه التعبير هو هو فأتبع سببه حتى إذا بلغ مغرب الشمس ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ مطلع الشمس ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين إنه موضع كموضع مغرب الشمس كموضع مطلع الشمس هذه مواضع في السماء فهنا فهناك موضع عنوانه القرآن بمغرب الشمس وهناك موضع آخر عنوانه القرآن بمطلع الشمس وهناك موضع ثالث بلغه ذو القرنين عنوانه القرآن بين السدين ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا هذه مخلوقات من دواب السماوات مخلوقات متخلفة حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا هم ليسوا بالمطلق لا يفقهون قولا لا يكادون هذا فعل مقاربة يكاد من أفعال المقاربة هناك إمكانية للتواصل معهم لكن قدرة الإدراك عندهم ضعيفة ليست بمستوى قدرة الإدراك عند البشر هؤلاء أبناء العاصمة فالأرض هي العاصمة وأبناء العاصمة أكثر تحضرا أكثر ثقافة قطعا في جهة من الجهاد وإلا فإن الروايات ستحدثنا عن حضارات عظيمة وعظيمة في السماء سأقرأ ذلك عليكم في قادم الحلقات حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا من الذين قالوا الأمم التي مر عليها وصارت جزءا من دولته نحن نتحدث عن أمم السماء الأمم التي صارت جزءا من دولته الأمم التي تعيش قريبا من هذه المنطقة من منطقة بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما من بعد هذه المنطقة قوما لا يكادون يفقهون قولا الأمم التي تعيش في الجهة الأخرى القريبة من جهتهم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا هذه الجموع المتخلفة من المخلوقات لماذا خلقها الله لماذا خلق الله الأفاعي لماذا خلق الله العقارب لماذا خلق الله التماسيح لماذا ولماذا هذا موضوع آخر قالوا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض في علم التوازن البيئي علماء البيئة وحمات البيئة يدافعون عن كل حشرة بل عن جميع أنواع البكتيريا في الأرض وعن كل الحيوانات لماذا لأنهم قد أدركوا حقيقة من أن البيئة لن تكون بيئة صالحة من دون أن تتوفر فيها أسباب التوازن البيئي وهذه الحيوانات بقضها وقضضها وحتى الكائنات المجهرية والبيكتيريا بكل أنواعها كل صنف منها يشكل جانبا مهما من جوانب التوازن البيئي أنا لا أريد أن أخوض في هذه المطالب فهناك توازن بيئي في عالم السماء نحن نتحدث عن السماء الدنيا كل هذا الكلام في السماء الدنيا السماوات العلا قوانينها مختلفة عن السماء الدنيا هذه المجرات والكواكب هذه دون السماء الدنيا وزينا السماء الدنيا زينت السماء الدنيا بهذه المجرات الهائلة هذه زينة السماء الدنيا الحديث عن الدولة السليمانية كان في أجواء الأرض وفي أجواء الفضاء في أجواء الغلاف الغهزي المحيط بالأرض والحديث عن مملكة ذي القرنين إنه حديث في أجواء السماء الدنيا في زينتها في أجرامها ومجراتها حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هؤلاء يؤذوننا فهل نجعل لك خرجا أموالا أسبابا إمكانات فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا لأنه قد أوتي من الأسباب هم لا يملكون الأسباب التي كانت عند ذا القرنين ولذا لجأوا إليه وآتيناه من كل شيء سببه أيَّة قدرة هذه قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حتى إذا بلغ بين السدين إنه سد يكون فيما بين السدين هناك فراغ هناك بوابات هل هي كما يصطلح عليها علماء الخيال العلمي البوابات النجمية ستار جيتس كما يمثلون في أفلام الخيال العلمي أنا لا أريد أن أتناول هذه الموضوعات إنما ذكرتها استطرادا على سبيل الأمثلة المقربة والمبعدة والمبعدة في الوقت نفسه قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هذه أمم صارت تحت سلطة ذا القرنين فلجأوا إلى ملكهم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير أنا لا أحتاج إلى خرجكم دعوا خرجكم لكم ما مكني فيه ربي خير إنها أسباب التمكين السماوات فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم لم يقل سدا هم قالوا اجعل بيننا وبينهم سدا هو جعل لهم ردم الردم غير سد لكنه بالنتيجة حاجز عظيم السد حاجز والردم حاجز لكن الردم أقوى من السد هم طلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم سدا فيما بينهم وبين أقوام يأجوج ومأجوج ومأجوج لكن ذا القرنين عرف أن السد لا يكفي لذا صنع لهم ردم إنه أعظم من السد قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم آتوني آتوني زبر الحديد إنها قطع الحديد الهائلة الكبيرة آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخ حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطر القطر هو النحاس الذائب إنه يذيب الحديد ويذيب النحاس عملية هائلة جدا وهذا الكلام ليس في الأرض هذا حديد بحسب المكان الذي بنا فيه ذو القرنين ردمه هذا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الصدفين بين الجهتين ألا يقال لها الأصداف أصداف المحار مثلا جهة من هنا وجهة من هناك يقال لهذا التكوين الذي يكون المحار موجودا فيه بعض أنواع المحار حيث يتكون اللؤلؤ يتكون اللؤلؤ بين الأصداف فالأصداف جهة من هنا وجهة من هناك حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجهة اليمنى مثلا والجهة اليسرى بين الجهة العليا والجهة السفلى جهة هنا وجهة هناك آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا انفخوا نارا مثلما يفعل الحداد بوسائل نفخ النار عنده هذه التعابير تقريبية إنه كلام العرب والقرآن يتحدث بأساليب العرب حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا إذا جعله نارا جعل الحديد نارا ذاب ذوبانا كانت حرارته العالية توصف بهذا الوصف من أنه صار نارا حتى إذا جعله نارا أذابه قال آتوني أفرغ عليه قطرة جئوني بالنحاس الذائب ومازجوه مع هذا الحديد المائعي قطعا السبيكة ستكون أقوى وهذه التعابير تناسب عالمنا الأرض فهل الحديد هناك هو الحديد هنا وهل القطر النحاس الذائب هناك هو القطر هنا فمصطاع فمصطاع لم تقل الآية فما استطاع هذا التعبير بحسب القاعدة المعروفة في اللغة فإن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني وإن نقص المباني يدل على نقص المعاني استطاع يمتلك قدرة أعلى من هذا الذي استطاع فهناك التاء المزيدة استطاع استطاع قدرته أقل لماذا قدرتهم أقل لأن الردم كان عظيم فما استطاع فما استطاع أن يظهروه أن يظهروه لأنه كان عاليا جدا لم يكونوا قادرين أن يتجاوز علوه وما استطاع وما استطاع حاولوا أن يثقبوه الفارق بين ما استطاع وما استطاع أنهم حاولوا أن يثقبوه وأثروا فيه لكنهم ما نقبوه فهم بالقدرات التي عندهم حاولوا أن يثقبوه النقب هو الثقب أن يثقب الجدار كي يستطيع أن يتجاوز إلى الجهة الأخرى كما يقال من أن اللصوص نقبوا بيت فلان حفروا من الخارج من خارج الدار ووجدوا لهم مدخلا ودخلوا من ذلك المدخل إلى داخل الدار وسرقوا الدار فيقال هؤلاء اللصوص نقبوا دار فلان ثقبوها من الخارج فما استطاعوا أن يظهروه أصلا لا يستطيعون أن يتجاوزوه هل هذا البناء بناء مادي فقط أم أن طاقة هائلة قد تكون من الطاقة المغناطيسية العالية أو من الطاقة الكهرومغناطيسية أو 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 فهناك بناء هذا البناء يمثل منظومة دفاعية معيقة تلك المنظومة تجتمل على نقاط على جهات تصدر طاقة هائلة قد تكون مغناطيسية قد تكون كهرومغناطيسية ناطيسية وقد 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 هي التي لا يستطيعون أن يتجاوزوها لكنهم مع البناء يستطيعون أن يحاولوا أن يخربوا شيئا من لكنهم لن يصلوا إلى نتيجة ولذا جاءت التعابير في الآية دقيقة فما اصطاع من دون تاء فما اصطاع أن يظهروه وما استطاع مع التاء وما استطاع له نقبة بالنتيجة لم يستطيع أن يتجاوز هذا هو ردم ذي القرنين يقال له سد ذي القرنين باعتبار أن الردم سد لكنه أقوى من السد أقوى من السد بكثير وكثير وكثير هذا سد محصن في غاية التحصين بعد أن أكمل العمل قال هذا رحمة من ربي ثم بيّن حقيقة لأبناء مملكته من دواب بالسماوات ومن دواب بالأرض فإذا جاء وعد ربي جعله دكا دكه دكا هذا بناء إلهي ولكن بأسباب بشرية هذا بناء إلهي لذا لن يدك إلا بإذن الله كي يتسرب أبناء يأجوج ومأجوج إلى الأرض وإلى غيرها لقد انتهى عصر الرجعة العظيمة ودخلنا ودخلنا في عصر دابة الأرض وهاهو ينطوي شيئا فشيئا وبدأت أشراط الساعة بدأت أشراط اليوم الثالث من أيام الله فحينئذ سيدك هذا الردم سيدك هذا السد سيتسرب اليأجوجيون والمأجوجيون إلى الأرض وإلى غيرها لكن أعينهم إلى إلى الأرض انتقاما من ذلك السلطان الأرضي الذي جاء وصنع هذا الردم فضيق عليهم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء عيونهم إلى العاصمة إلى الأرض وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ لما بنى ذو القرنين ردمه العظيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يومئذ قد يراد منها في الزمن الذي بنى ذو القرنين ردمه فترك أقوام يأجوج ومأجوج يختلط بعضها في بعض اضطربت أوضاعها بسبب هذه المستجدات الجديدة التي حدثت من هذا الملك القادم من عاصمة السماء من عاصمة السماء الدنيا من الأرض وربما يراد من يومئذ الحديث عن قادم الأيام في اليوم الذي يدك فيه ذلك الردم فتموج جموع يأجوج ومأجوج باتجاه الأرض فإذا جاء وعد ربي جعله دك وكان وعد ربي حق وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض بعد أن بني الردم ونفخ في الصور هذه انتقالة سريعة إلى أهوال ما يحدث قبل القيامة الكبرى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا إلى آخر الآيات في سورة الأنبياء في الآية السادسة والتسعين بعد البسملة والتي بعدها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فتحت متى مثل ما جاء في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي ووعد ربي بينته الآيات في السياق نفسه إنها القيامة الكبرى والروايات حدثتنا وفسرت لنا كل ذلك وسأقرأ عليكم جانبا من هذه الروايات حتى إذا فتحت متى بعد انتهاء عصر الرجعة العظيمة وبعد انتهاء عصر دابة الأرض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لقد وصلوا إلى الأرض من كل حدب الحدب المرتفعات هؤلاء ينزلون من السماء قطعا سينزلون على الأماكن المرتفعة وبعد ذلك تقول الآية ينسلون إنهم يتحركون حركة سريعة وخفية نزولا من أعلى المرتفعات باتجاه المدن والقرى حيث يعيش الناس سيعيشون مع الناس سيختلطون بالناس حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ينسلون يسرعون في الحركة ولكن بخفاء مثل ما يقال إنسل فلان من بين الجمع وذهب إلى حيث يريد إنسل أخرج نفسه بسرعة وبأسلوب خفي كي لا يلتفت إليه وهو يخرج من بينهم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج بعد أن دك الردم وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دك وكان وعد ربي حق التعابير هي هي واقترب الوعد الحق إلى آخر الآيات الكريمة إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برنامج دليل المسافر فإنني قد تحدثت عن هذه المحطات في طريق سفرنا إلى الجنان وإلى النيران نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر